صباح الخير او مساء الخير عليكم اي ان كان الوقت اللي تسمعوا فيه الفيديو اه برحب بكل المشتركين معي في القناة وكمان برحب المشتركين الجديد بقول لكم اهلا وسهلا بكم وبقول لك لو انت لسه جديد واول مرة تسمعنا اتفضل اشتركوا فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اه هنقول مع بعض النهاردة توقعات العاطفية اه لمواليد بورج الميزان اه طاقتك في الاول هقول لك الطاقة بتاعتك في الاول اه انا شايفة الطاقة بتاعتك في قرار بالانفصال في قرار بقطع العلاقة اه دي طاقتك انت يعني ممكن الاغلب يكون الانفصال جاي من ناحيتك انت يا بورج الميزان اه شايفة في علاقة حب اه ممكن يكون ده سبب الانفصال يعني ممكن تكون يعني دخلت علاقة حب تانية او بتحب حد تاني شايفك بتوزن امورك شايفاتك اه اه مثل اغبط في الفترة دي اه بعضكم ونعزل وبيفكر كتير جدا في الفترة دي دي من ناحية الطاقة يا بورج الميزان. المطاقات اللي موجودة معك في الصراقة عشان ما نساش اه انا شايفة في طاقة نارية وطاقة هوائية وطاقة مائية اه وطرابية. كل الطاقة موجودة. الابراج اللي موجودة معك الحمل السرطان الدلو الاسد العزراء والجدي. كتير كتير ابراج موجودة معك في القراءة. اه نبدأ بالقراءة. اه وضعك انت لوحدك ووضع الشريك لوحده. وضعك انت انا شايفاتك منعزل ممكن يكون البعض مسافر او الشريك هو اللي يكون مسافر او تكونه اه يعني من يعني بعيدة عن بعض من الجنسيتين مختلفتين. اه لكن في بعض. في بعض في سفر في مسافة. اه في اه شايفة في العلاقة الزوجية اللي انا بشوفها حاليا او الطاقة اللي موجودة معي دلوقتي انا شايفة اه القرار بانهاء علاقة. اه القرار ده انت متردد فيه. انت مش عارف ازا كان صحة ولا غلط. اه شايفات كمان يا برج النزان حذر جدا. اه وخلوا بالكو ان احيانا بتكون القراءة عكسية. اه شايفات برج النزان حذر من ناحية العلاقة اللي انت فيها. مسيطر على مشاعرك. بتحاول تسيطر على اعصابك. فيه امور بالنسبة لك غامضة. او تكون بالنسبة للطرف التاني. فيه حاجات غامضة هو مش عارفها. اه شايفة كمان اه انت عامل حساب اه يعني تعب او بيت ازبانة او كده يعني مش اه يعني مش عامل يعني هو ده اللي انت عامل حسابه يعني. لكن انا شايفة ان العلاقة دي كان فيها حب. بس الحب ده ما بقاش موجود. في العلاقة دي. فيه رحيل. اه فيه رحيل انت يعني الرحيل ده اه بعضوك على فكرة ممكن يكون عنده اه يعني طاقة سلبية حسد اه اه سحر اه يعني فيه طاقة سلبية موجودة في العلاقة الزوجية اللي معي دي. اه انت كمان نظرتك للعلاقة اه يعني انها بتنهار. يعني انت عشان تاخد قرار بالانفصال في كزا كرته قدامي انك تاخد قرار بالانفصال انا شايفة فيها علاقة فعلا بيعني مش مستفتة خالص. اه شايفة فيها مشاكل كتير. اه شايفة كمان بتفكر كتير جدا يعني انت بتحاول تسيطر على اعصابك وبتحاول تزهر بان انت قوي. لكن شايفة اه يعني شايفة كتير بتفكر بذبت وانت نايل بتفكر كتير في شكل العلاقة بتبص كمان احيانا اه على حاجات انت عملتها في العلاقة دي هتخسرها هتعمل ايه. اه لكن شايفة تمشي. يعني انا شايفة بكتب كل حاجة ومشي. مش مستمر. اه شوية شايفة قرارك ممكن يكون فيه تهور. يعني ممكن يكون بعضكم القرار اللي هو واغده فيه تهور. اه وممكن يكون تحت تأثير غضب اه او او زعل او حاجة زي كده لان انا شايفة اه مفيش يعني تفكير اه تفكير قوي او بالعقل او كده مش شايفة موجود في القراءة انا شايفة حزن شايفة بتفكر كتير متردد بتحاول تسيطر على نفسك اه اه بس شايفك متهور في القرار في ان انت تمشي وشايفة اه غضب. شايفة زعل شديد جواك. اه ده بالنسبة من ناحيتك انت وشكلك كمان انت هتستعمل اساليب كتير علشان اه عشان تعمل موضوع ده عشان انتحابك او عشان تمشي او لو انت كنت قرد مشيت خلاص فانت هتستعمل اساليب كتير عشان تحقق او تنجح اللي انت بتعمله. بالنسبة للطرف الثاني اه انا شايفة زيك. يعني هو حاسس اه حمل سئيل عليه. حاسس بصعوبة في العلاقة. حاسس بما عنده مسئولية كبيرة هو حاسس بيها. كمان اه شايفة اه يعني كتير بيلجأ لان هو يفكر عايز الموضوع يتم بحكمة او العلاقة تبقى فيها عقل شوية. اه 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 هو عايز بداية جديدة كمان. يعني انا شايفة هو شايف شكل العلاقة. اه حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي. يعني حاسس بتعب. حاسس ان هو مقيد. اه في امور كتير غمضة بالنسبان ومش مش فاتحاله. فهو تعبين كمان في العلاقة دي وحاسس ان عنده حمل كبير اوي فيها. واخايف يتهور او ياخد قرار او مش قادر ان هو ياخد قرار لكن هو عايز بداية جديدة. اه على فكرة بعضكم هيكون هو الشريك ممكن اللي عايز الانفصال وعايز بداية جديدة. عايز ينطلق. عايز حرية. يعني عايز يتحرر. مش اه هو حاسس ان هو مقيد. وهنا في الزفول هو عاوز يتحرر من من التقايد ده. وعاوز بداية جديدة. النصيحة ليك بالنسبالك للمتزوجين من برج الميزان. اه انا شايفة ان العلاقة دي ممكن يكون فيه اشخاص تانية بتتدخل فيها. لو العلاقة الزوجية دي فيه اشخاص تانية بتدخل فيها يعني اه يعني هنا الطرب ينصحك. انك لازم تفكر. وان تذكيرك يكون انت واصرتك. وان اه ما يدخلش اي اطراف خارجية في العلاقة. الا كمان لو يكون بينتحك العلاقة الثلاثية اه ممكن تكون هي سبب اه يعني سبب اه الخسارة في العلاقة دي او او فشل العلاقة دي او او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب في انهاء العلاقة دي تماما. العلاقة الثلاثية لو برج الميزان موجود في علاقة ثلاثية. اه مطلوب منك ان انت تتعاون او ان انت آآ تستشير حد يكون آآ بتصد فيه. آآ عشان تقدر توصل آآ يعني لحل يوصل العلاقة للكاغفة ده. يعني لو انت عايز العلاقة تستمر وانت عايز تطور فيها او عايزها للاحسن او ان انت تكون مبسوط او سعيد في العلاقة. آآ حاول تفكر بشكل سليم. حاول ما تدخلش اشخاص في العلاقة سواء انت او الطرف التاني آآ كمان حاول تسأل حد تستشير حد. آآ ولو في لو موجود في علاقة ثلاثية يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها تماما او تنهي العلاقة الثلاثية تماما. علشان انت كده آآ حيرة. يعني حيرة انا شايفة قرار قدامي فيها حيرة كتير. آآ بالذات ان انت كمان في عندك يعني في عندك علاقة سواء اللي انت موجود فيها دي آآ او اللي انت راح لا انت بتحس ان انت في علاقة قدرية. يعني انت بتحس انك في حاجة آآ هي ده نصيبك. بس انت مش عايز كده. او الطرف التاني مش عايز كده. كتير بتوازن امورك كتير محتار بتفكر آآ في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي. حاجة انت بتفكر فيها كتير. في نفس الوقت انت خايف من خسارة. مش خسارة مادية بالمعنى لكن بيت وقسرة وحياة. فانت بصص لحاجات كتير انت عملتها في العلاقة آآ خايف تخسرها. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. دي كانت القراءة العاطسية بالنسبة للمتزوجين. ودي كانت النسيحة بتاعتكم. اسمنى لكم التوفيق والسعادة. والوصول لقرارات سليمة بازن الله. ما تنسوش اللايك والشير والسبكرايب. عندي انفجآت كتير جدا هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله. نروح للمنفصلين والمطلقين من آآ برج النزان. المطلقين والمنفصلين من برج النزان. آآ الكراءة هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل. آآ تفكير الطرف التاني لو انت عايز تعرف ايه اللي تفكيره عشان لو عايز رجوع او كده. والنصيحة بتاعتك. الطاقة الاولة اللي موجودة بتاعتك الزتاور. آآ البرج. آآ فدي يعني طاقة الانفصال فعلا او آآ او دي هدم علاقة. رغم ان انا شايفة قدامي آآ في علاقات لسه ما تمش فيها طلاقة. آآ اللي ورا كده ان بعضكم آآ يعني بالفعل بعد الهدم ده آآ اتجى يعني يبص القدام يراكس في نفسه او في حياته او في المستقبله. ممكن يكون كمان بعض راح لعلاقة آآ جديدة. انا شايفة هنا في بعضكم راح لعلاقة او ابتدى في علاقة جديدة بعد كل ده. المنفصلين الماضي بتاعك انا شايفة بعضكم آآ يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان. او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية. آآ شايفة القراءة ممكن تكون عكسية. عشان تكونوا عارفين. آآ كان في علاقة ثلاثية. شايفة طرف آآ آآ ندمين على خسارة زعلين على حاجات كتير عملها وما جابتش نتيجة. آآ شايفة علاقة حب. ممكن يكون آآ بعضكم نسافر في سفر. لكن بالنسبة للمنفصلين والمطلقين انا شايفة في نسبة رجوع. يعني في رجوع ممكن يحصل آآ العلاقة من الماضي. آآ شايفك يعني بتبط على العلاقة كتير. آآ كنت مسلا عايد تحافظ عليها. عايز آآ برضو العلاقة زيز دوجية زيء او قبل الانفصال كان فيها غموض كان فيها كلام حاد حصل كتير. آآ كنت حاسس فيها انك مقيد وانك مش آآ مش عارف تعمل اي حاجة في حياتك في وضعك في ظروفك. آآ حزين دايما حاسس بخسارة. يعني انا شايفك كنت في وضع سيء جدا. في لغبطة كتير. آآ نوعا ما آآ ممكن اقول ان انت كلك دور فيه. يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليه آآ ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة. يعني شايفك آآ يعني مش آآ مفيش حماس. يعني ما بين يا سلبي او حزين او مش بتتكلم. او متهور ومنفعل وغضبان. يعني ما بين كده وما بين كده فيه غموض ممكن ده اللي كان كتير بيوترك او بيوتر الثرف التاني. سبب ان فيه حاجات هو مش عارفها. آآ بالنسبة للحاضر آآ انا شايفة بعضوكم فعلا فيه في علاقة حب آآ بعضوكم اها يعني خرج من الماضي تماما. الماضي مات بالنسبة له. آآ حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار وآآ حاسس ان هو سعيد ممكن يكون متقدم لك عرض حب يا برج الميزان. او هيتقدم لك عرض حب. آآ انت حاسس يعني يعني بالذات لو انت واحدة ستة يعني في برج الميزان آآ انا شايفاكي آآ وكأنك شايفة نفتك في احسن حالاتك يعني. شايفة نفتك آآ حالتك كويسة آآ وضعك احسن. انا شايفة وضعك الحاضر آآ يعني احسن كتير من الوضع في الماضي. ده بالنسبة للوضع الحاضر آآ لكن بالنسبة لبرج الميزان نخلي بالنا آآ يعني من علاقات آآ يعني من حد يضحك علينا. علاقات آآ من غير زواج. آآ يعني علاقات آآ يعني يكون في آآ آآ هوى ونفس وآآ وسوسة والحاجات دي من ناحية علاقات او من ناحية تواصل او من ناحية كلام مع اشخاص. لان انا شايفة هنا في كده كتير رغم ان انا شايفة برج الميزان سعيد جدا مرتاح آآ عندك هدوء نفسي واستقرار نفسي لكن احضر آآ من بعض الخبثاء في الفترة اللي انت فيها دي. لكن انت سعيد. وداخل كمان على حاجة سعيدة يا برج الميزان. آآ المستقبل بازن الله انا شايفة يعني عايز تكون حر. عايز تكون منطلق. آآ بتقفل على نفسك اي مشاعر او اي ارتباط مثلا لو حد يكلمك في حب حد يكلمك في ارتباط. انت في كل الكروت مسيطر على نفسك على مشاعرك آآ آآ عاوز تعيش كده. يعني عايز تعيش حر. او عايز تكون في علاقة بس بحريتك. مش عايز تكون آآ مقيد خالص. لان يعني الظاهر انك انت التقيد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده. التقيد والحزن والزعل الكتير اللي كان في المرحلة اللي ساتت. انت اتعقدت منه. شايتك هنا بالدفع عن نفسك. هنا انت واقف حذر. عايز تكون آآ منطلق اكتر في حياتك. او تحب بحرية اكتر. او تختار آآ زي ما انت عايز. يعني ما يكونش حد آآ يعني ليه ليه كلمة عليك في الاختيار بتاعك. انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها وفي نفس الوقت ما تظلمش حد. ده تفكيرك في المستقبل. واللي انا شايفاة كمان انك هتقدر تعمل ده. هتبعد عن اي حاجة شايفاك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تدايقك ممكن تأثر عليك او على تفكيرك آآ يعني كتير تفكيرك في تحرر آآ في آآ آآ في تغيير. في تغيير جزري. مش تحرر بس. في تغيير من كل حاجة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. الطرف التاني بيفكر ازاي? او دماغه فيها ايه من ناحيتنا? انا شايفة الطرف التاني يا برج الميزان عنده حب ليك. في حب. في حب وحب كبير جزا. آآ حاسس ان هو مخدوع يعني حاسس ان انت خدعته وحاسس ان انت سيته من غير سبب. آآ كتير بيفكر او يكون بيستشفي من العلاقة حاليا. يعني هو حس ان هو يعني اتطعم كتير في العلاقة او اتجرح كتير في العلاقة دي. لسه بيبص على الماضي. شريك بتاعك يا برج الميزان لسه بيبص على الماضي. لسه بيفكر فيك. آآ لسه نستني منك تواصل او نستني ان انت آآ تتكلم معاه او تبدأ معاه عنده حيرة حاسس ان هو مخدوع. في حب كبير. ده من ناحية الطرف التاني. آآ بالنسبة للمطلقين والمنصفين. النصيحة بتاعتك يا برج الميزان. آآ يعني تفكيرك صح? آآ يعني نصيحتك انك انت اولا آآ ما تتصرعش في علاقات. دي اول حاجة. اول حاجة انت ما تتصرعش في علاقات. ممكن دي زي اللي شوفنيها. ممكن تكون انت في الوقت الحاضر. آآ انت كويس مرتاح وضعك مستطر. آآ كتير منكو بالنسبة له الماضي مات. آآ حاجات كده يعني عندك فعادة في انتظارك آآ بس. ممكن تكون بتتواصل. او بتتكلم او في علاقة حب. هي ممكن تكون مستطقة. للبعض منكو اكيد مش ليكو كلكو. آآ هي مستطقة او فيها نوع من انواع الخبز او آآ او فيها اغراض معينة. مش آآ آآ مش بريئة يعني. فهنا برضو في النصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتصرعش في العلاقات او في الارتباط. آآ لازم تفكر كويس آآ اقدر نفتك وشوفها بالشكل الصح انت كويس. آآ تستحق آآ يعني آآ انت قدمك فرحة كمان قريب واحتفال وبيقولك ان انت تستحق كده آآ عندك كمان امنية آآ انك تسعى علشان تحققها. او تكون انت بالفعل تسعى علشان تحقق الامنية اللي اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها. في امنية كبيرة عندك عايز تحققها وآآ بيقولك ات عليها الامنية موجودة وهتتحقق ان شاء الله. ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين. لكن انا ما شفتش عشان اللي هيسألني ما شفتش فيه ارتباط في الوقت القريب يعني. ما فيش ارتباط الا البعض انا شايفة بعضوكم فيه ارتباط هو في ارتباط فعلا حاليا او بيعيش قصة حب او علاقة حب آآ آآ بعضوكم يخلي بالو وبعضوكم فيه حلاقة فيها سعادة وفيها استقرار وبعضوكم فيه رجوع من الماضي. الطاقات اللي موجودة معي في القراءة قبل ما انسى آآ الطاقة النارية معيكم كتير. الهوائية زيكم والطاقة المائية. آآ طاقة ترابية بسيط. الابراج اللي موجودة. موجود مع البرج الاسد. الجادي. آآ الدل والحوت. الميزان. السرطان. آآ العقرب. يعني هي دي والعزراء. آآ دي الابراج اللي موجودة معيك او اللي اناش قدرت اشوفها حاليا لكن كل الطاقات آآ موجودة معيك في القراءة. آآ حظ سعيد وموفق للجميع ان شاء الله. ونروح للعزدين والغير المرتبطين من برج الميزان. في النسبة للعزدين والغير مرتبطين آآ طاقة في الشهر ده برج الميزان انا شايفك آآ يعني آآ بتحت في المبسوط آآ في حاجة جديدة عملتها او ممكن يكون بعضوكم داخل في علاقة جديدة او في حالة حب. آآ لكن شايفة اللي بقى دي كده تباعد. آآ وعلاقة ثلاثية. مش عارفة ليه برج الميزان طاقتكم النهاردة معي فيها كتير علاقة ثلاثية. كلكم المتزوجين والمطلقين والعزبين. الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة في علاقة ثلاثية. ممكن تكون انت اللي كنت في علاقة ثلاثية او دخلت مع حد آآ في علاقة هو عنده طرف تاني آآ بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مبسوط بيها جدا سعيد آآ حاسس بنفسك حاسس آآ يعني يعني اسعت حاجة في الدنيا يعني كنت واحد وضع للبداسات آآ كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك بس العلاقة فجأة دخل فيها طرف تالت او انت اكتشفت ان انت طرف تالت او في طرف تالت آآ كل الحاجات الاولى دي آآ اتقلبت آآ شايفة شايفة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا لكن العلاقة فيها حب يعني كان فيها حب وفيها حب قوي يعني كل كروت الحب موجودة يعني كان فيها حب وحب كبير كمان وآآ كان فيها توازن وفيها تناغم انت حاسس بانتك حاسس بنفسك فيها حاسس كمان ان دي آآ تنفع علاقة تكون الزواج او تكون الاستقرار يعني انا شايفة كل تذكيرك في الماضي في العلاقة ان هي علاقة كويسة ومصالحة وتنفع زواج وحب والتقرار واصفال وكل حاجة لكن فيها مشاكل او فيها تدخل من اشخاص وفيها طرف تالت عند البعض آآ الحاضر بتاعت آآ انا شايفة آآ حاليا انت صابر على حاجة في حاجة مستنيها او حاجة مستني النتيجة بتاعتها انت في حاجة صابر عليها آآ كمان في عندك كتير آآ تذكير في ناحية مادية تذكير كتير جدا في ناحية مادية او استقرارك الماضي او آآ ان تعطيلك عن الارتباط او عن الحياة ان تسبب ظروف مادية يعني انا شايفة مسيطر عليك في الحاضر الناحية المادية جدا. التقاط اللي موجودة معك في الكراءة انا شايفة المائية الهوائية والنارية والترابية كل الاسات موجودة والابراج جي معك الاسد العزراء الميزان ممكن بعضكم بيحب حد من نفس البرج آآ الجوزاء آآ قلنا الاسد موجود آآ آآ دي التقاط ودي الابراج اللي موجودة معك في الكراءة آآ انا شايفة في الحاضر انت كتير بتفكر في موضوع المادة بتحاول تسيطر على موقف انت بالفعل موجود في بعضكم حاسز بظلم عايز ينتصر على حاجة آآ يعني في حاجة كمان انت مستني النسيجة بتايتها آآ في حاجة بنسبلك هي اهم حاجة يعني هي اللي هتغير حياتك كلها وانت مستني النسيجة بتايتها آآ الحاجة دي ان شاء الله انا شايفة هتتحقق قريب آآ عندك كمان استقرار مادي واستقرار عاطفي في الوقت القريب ان شاء الله آآ شايفة بعض ممكن بعضكم انفصل عن حبيبه حالين آآ شايفة بعضه شايفك حزر شوية او الحبيب هو اللي يكون حزر شوية آآ شايفك في المستقبل آآ يعني كتير هتبقى زكي وشاطر وناصح يعني انت زكي يا برج النزين آآ لكن هتكون عندك آآ يعني آآ هو بصه هو كده كده العام ده عن تغيير انا شفتك انت وآآ برج الصور وآآ برج يعني كزا برج في عنده تغيير جزري في شخصيته انت المستقبل بتاعك آآ هتكون حازر شوية هتخلي بالك لان انت في الماضي بالنسبة للعاجبين ونظر المرتبطين انت جرحت كتير خطت عناك كتير اتغادر بيك كتير مش مش هتقدم حبك لاي حد آآ كمان خلي بالك في المستقبل من آآ خداع او سرقة او آآ او احتيال بالذات في مشاعرك لان احنا هنا بنتكلم عن العاطفة اي عرض حب يتقدم لك في الفترة اللي جاية حاول تفكر فيه كويس جدا يعني فكر بعقلك وما تفكرش بقلبك في الفترة اللي جاية آآ او كويس زندين اللي اتنين لكن آآ اي عرض حب يتقدم لك فكر فيه كويس وما تقدمش فيه حاجة غير بعد ما تشوف العرض ده مناسب ليك وآآ وتحبه او يعجبك ولا لأ آآ كمان عشان تقدر توصل لعلاقة حب نكحة آآ في المستقبل انا شايتك شوية من وقت للتاني هتكون بتبصي على الماضي هتكون حاسس بخسارة لأ حاول تخرج من شعور الماضي والخسارة علشان تنتقل لمرحلة جديدة لان انت عندك مرحلة جديدة في يعني في الوقت اللي جاي او في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ فيه عرض حاليا بتتقدم لك او ناس حواليك او معجبين لكن انت لا تبالي وشبه مشواخد بالك لبعضكم فيه تفكير شوية حاجات تانية او في الماضي لسه آآ النصيحة بتاعتك حاول توزن امورك حاول تكون عادل انت برج الميزان طبعا عادل عندك برج الكوت كمان معاك يا برج الميزان آآ وبرج الصور آآ آآ يعني حب النصيحة بتاعتك بتقولك حب آآ بس ما تقيتش نفسك آآ ما ما توصلش لدرجة الخسارة آآ حاول تخلي يعني الامبراطورة آآ تكون في الوضع ده يعني وانت بتحب ما ما توصلش لدرجة البهدلة او ان انت تتنازل او ان انت آآ تعمل حاجات انت ما ينفعش تعملها لأ قايش حريتك حاول توازن في تفكيرك بين قلبك وعقلك آآ عندك علاقة حب جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله ولو مش موجود ولو انت في علاقة حب هي العلاقة دي طول ميت آآ يعني هي علاقة حب ان شاء الله شايفها ابدية شايفة فيها نجاح اللي ما عندوش آآ يخلي باله آآ هو هيجيله علاقة حب كويسة ويخلي باله من العروض اللي فيها آآ غشة او خداع او كده في الفترة اللي جاية تخلي بالك وبيقولك انك تفكر بعقلك قبل قلبك ده بالنسبة للآآ للعزبين والغير مرتبطين اه شكرا للمتابعة بورج الميزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا